أهلا بكم مجدداً وإلى التفاصيل قال السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن جهاز الكرة لم يتلقى أية اتصالات رسمية من جانب نادي تراجي تونسي لتأكيد على موعد وصوله إلى مصر وأن هذا الأمر لا يمثل أي أزمة خاصة أن الفريق تونسي اعتدى الوصول إلى برج العرب مباشرة قبل أية مواجهة مع الأهلي ويلتقي الأهلي مع تراجي يوم الرابع من مايو المقبل على استاد برج العرب بحضور 15 ألف مشجع ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدور أبطال أفريقيا وأصفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الأهلي في المجموعات الأولى التي تضم التراجي تونسي وكمبالا الأغندي وتاوشيب البوتواني أثبت الفحص الطبي صابت علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بكدمة قوية في الكاحة المكان الإصابة التي تعافى منها مؤخرا وقال خالد محمود طبيب الفريق أن معلول سيخضع لجلسات علاج طبيعي على أن يشارك في التدريبات الجماعية بعد مباراة الأسيط في كأس مصر وأوضح محمود أن معلول سيكون جاهزا لمباراة التراجي بعد المقبلة في دور المجموعات بدور أبطال أفريقيا ترجمة نانسي قنقر ينتظم ساعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية بعد مباراة الفريق المقبلة أمام الأسيط في كأس مصر ومن جانبه أكد الجهاز الطبي للأهلي أن الأشعة التي أجراها اللاعب أثبتت إصابته بكمة شديدة في الركبة وحاجته لخوض برنامج تأهلي على مدار 48 ساعة المقبلة ويعود ساعد سمير للتدريبات الجماعية بدءا من الثلاثاء المقبل استعدادا لمواجهة ترجة نسي في دور أبطال أفريقيا والتي سيكون اللاعب جاهزا طبيا لها ويستعد الأهلي لمواجهة الأسيط في دور الثمانية لبطولة كأس مصر غدا الاثنين على ملعب السلام خضع رامي ربيعة مدفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فحصا طبي اليوم في مقر النادي بالجزيرة بعد عودته من ألمانيا ووفقا للتقرير الطبي الخاص باللاعب فإن ربيعة يحتاج إلى تنفيذ برنامج علاج طبيعي لمدة 14 يوما ويعود ربيعة بعد أسبوعين إلى ألمانيا مجددا للخضوع لفحص طبي أخير وحقن بلازما في الجلسة الأخيرة لللاعب قال محمد مورغان المدير التنفيذي للنادي أن الاجتماع الأمني الذي جرى بعد ظهر اليوم بخصوص مباراة الأهلي والأسيط في كأس مصر والمقرر لها غدا أصفر عن السماح لخمسمائة من أعضاء كل نادي بدخول مباراة الغد بمجاب دعوات يقوم اتحاد الكرة بطبعتها وأضاف أنه كان يتمنى السماح لعدد أكبر سواء من الأعضاء أو الجماهير قبل المباراة بوقت كافا لكن الأهل كعدته يحترم الرؤية الأمنية لأنها بالتأكيد تهدف للمصطحة العامة ولابد أن يتعاون الجميع مع رجال الأمن لأنهم يتحملون العبء الأكبر في كل الظروف تتمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهل تدريباته عصر اليوم الأحد استعدادا لمباراة الأسوتي غدا في ربع نهائي بطولة كأس مصر ومن المقرر أن يدخل الفريق في معسكر مغلق الليلة بأحد الفنادق القريبة من ملعب السلام استعدادا للقاء وللمزيد من التفاصيل ينضموا إلينا عبر الهاتف الزميل كريم أحمد مراسل قناة النازي الأهلي كريم أهلا بيك أهلا بيك يا عيب رحب بيك وتحياتي لكل أستاذة مشاهدة كريم النهاردة التمرين الأخير استعدادا لمباراة الأسوتي بكرة عايزين نعرف كواليس التدريب النهاردة؟ بالفعل بيستعمل في النادي الأهلي تدريباته الخاصة استعدادا لبطولة كأس مصر الأهلي والأسوتي على أستاذ السلام إن شاء الله غدا مباراة أكيد قوية الكابتن السلام البدري وكل لعيب النادي الأهلي كان في تأكيد على غلق مصابقة بطولة الدور العام ومباراة الأهلي والزمالك الأخيرة وكانت محاضرة في النهاية أهمة جدا النهاردة لكابتن السلام البدري في بداية المران المران النهاردة كان مفروض يكون في الساعة الرابعة عصرا لكن بدأ في الساعة الخامسة كان المحاضرة استغرقت في 45 الدقيقة للكابتن السلام البدري كان فيها تأكيد بكبير على غلق مباراة الأهلي والزمالك والتركيز الشديد في مباراة الأهلي والأسوتي في كأس مصر أيضا كمان كان في بعض الحديث عن الجوانب السبطية لهذه المباراة كانت محاضرة أكثر من مرة على اللاعبين والأسوتي والأسوتي التي كانت فيه مباراة الأهلي والزمالك بعد التمركزات بعد أيضا كمان الكرات السبطة اللي كانت خط الدفاع وخط الوسط بيتمركز فيها بشكل خاطئ المعاردة كان فيه تركيز كبير جدا على هذه المورة الخاصة به المباراة وأيضا كمان الخاصة بالتكتيج بدأ المران تعدته ببعض الجريب خصيف ثم مربعات الكرة للاعبين ويمكن كابتن حسام البدري دخل سريعا فيه التأسيم الخطة به المباراة حاول أنه طبعا يقني عن يخط تشكيله أو اللمثات الأخيرة على التشكيل اللي يكون فيه مباراة الغد لكن زي ما احنا عارفين بجانب طبعا الجهازية كل اللاعبين بيغيب عدد كبير جدا للعابي على النادي الأهلي عن مباراة الغد سواء للإقاف أو لمعاودة من التأيين بيغيب غدا عن المباراة بالإمجار الثالث كل من جونيور أجاي وعمر السلية ثلاث إصدرات طبعا هيمنعوهم من التواجد غدا تمرار غياب وليد أزارو لي الشقة من العضلة الثالثية سعد سمير أيضا كمان معناتهم من الكادمة القوية اللي بعرض بيها الربا هيكون غائب عن مباراة الغد علي معلول أيضا بينضم في قائمة المستبعدين من مباراة الغد أحمد حمودي اللي يتدرب النهاردة سبيب منفرد عنده ناس بسبرده شديدة جدا غائب على أثارها من التدريبات الجماعية أمسه أيضا كمان يغيب اليوم من التدريبات الجماعية كمان زميل تقايا ممكن نهاردة الظهور الأول لرامي ربيع ممكن أول مرة نشوفه مفترة جديرة على ملعب مختار يأتيش بيأدي بعض التدبات الجالي لكذا العودة الكثيرة من رحلة العلاج في ألمانيا لسه كمان رامي ربيع هيعود لألمانيا للمرة الثالثة في الجلسات الأشيرة إن شاء الله اللي يتمنى وفيها يكون عائد من ألمانيا جاهز في الشركة مع النادي الأهل خلال المدريات القادمة لكن بأكد النهاردة كمان أن علي معلول شارك في التقديمة الرئيسي النهاردة لكابة المحسامة البدل علي كانت الناس كلها طبعا بقول إنه مش يكون متواجد في التقسيم أو لسه بدخلش في التدريبات الكهرباء لكن النهاردة تأكدنا من الجهاز الصبي للميدي الأهل على جهازية علي معلول جدا ممكن يبقى تقدير فني من الكابة المحسامة البدلي إنه هو يضعه فيها القايمة الرئيسية أو يضعه فيها التشكيل هيكون نظرة كنية لكافة التحسام البدلي لكن بنأكد على جاهزية علي معلول سواء المقراطة الأسوتي أو المبراءة المختفى بإن شاء الله خلال القادمة وخلال الآيابة القادمة مع نادي الترجي أسول فأكدة الأمور ماشية بشكل طيب جدا نالية من نادي الأهلي في التدريبات وفي تدكيب كثير جدا حتى اللحظة دي مثل لم ينتهي التدريب الكافة التحسام بيختتم التدريب بكالعادة ببعض الكور التفت على المرمى وركلات الجزاء أسلوبا طبعا لو في أي ضربات جزاء في مباراة الكافة وأكيد بنتمنى كل التوفيق آية لأن النادي الأهلي غادر في المباراة الأسوتي ليستمر في المسلسل الانتصالات الخاصة بطريقة النادي الأهلي أكيد طبعا كريم أحمد ورئاس القناة النادي الأهلي بشكرك شكرا جزيلا أزدل السكار مساء أمس السبت على بطولة الأهلي الدبلوماسية الثانية لكرة القدم التي استضافها النادي على ملاعبه بفرع الشيخ زايد وتوجى فريق النصر الدبلوماسي بلقب البطولة بعد فوزه على ماليزيا ثلاثة واحد في المباراة النهائية ما فيه شك ما فيه شك الندي زي ما قولنا يعني النادي الأهلي عليه مسؤولية موطنية النادي الأهلي النهاردة دي تاني سنة لكن أول سنة بتبقى اسمها بطولة الأهلي الدبلوماسية السنة الفات كان فيه 12 أو 14 نادي سنة دي 24 نادي ده بيقول لك قد إيه قيمة النادي الأهلي نارضا ما بتحتضن 24 هيئة خارجية في أرض مصر على أهلي الشيخ زايد ويطلع بهذا المستوى الرائع من التنظيم الناس كلها بتتحدث يمكن السفيل الألماني يمكن لسه بيقول لي أنه بيبعثوا تقارير بره قد إيه التنظيم محترم وقد إيه نحن دايما بنقول أن الرياضة هي اللغة اللي بتؤلف القلوب وبتؤلف الشعوب مع بعض أما يبقى فيها 24 هيئة خارجية منهم أمريكا منهم روسيا منهم إنجلترا منهم ألمانيا يبقوا موجودين هنا ويطلع بهذا المستوى الرائع ده اندلع أشياء دول أن بلدنا مشى في طريق الصح بلدنا بلد الأمن والأمان وإن شاء الله بإذن الله يكون النادي الأهلي له دور ولو بسيط قوي أنه السياحة ترجع مصر الناس تعرف قد إيه إن مصر بتحب كل الناس اللي بتجيلها وقد إيه مصر كريمة والناس بتوحها كرام وأهلها كريمة فالحمد لله رب العالمين متهالي يمكن الغرض من هذا الحدث متهالي تحقق بالنسبة 100% انت شايف الناس قد إيه مبسوطة قد إيه المكان حلو قد إيه حتى الجو حلو ربنا كرمنا يعني كل الجو وكل الأجواء مناسبة إن هو يطلع حاجة محترمة الناس كلها مبسوطة بتشوف المشجعين بكله بيجي بأهله الحقيقة يعني أنا ببقى فخور إن أنا بنتمي للنادي الأهلي لهم منظم حدث نحن حرصنا إن إحنا نجيب النجوم الكبار خاصة إن اللاعبوا في ألمانيا يعني هاني رامزي ياسر رضوان محمد عمارة متواجد طبعا محمد فاروق في أحمد حسن في شامحانفي ياسر ريان يعني الحقيقة كون النازي تيجي إنها تبقى عايزة تشارك برضو دي حاجة حلوة وبتثري من البطولة يمكن السفير مبسوط جدا قد كده إن إحنا مهتمين وقد كده إن اللعيبة الأديمة تيجي عشان تبقى مهتمة إنها تشارك في هذا الحدث وفي نجاح هذا الحدث في ختامه فمن في الشكل دي حاجة محترمة ويشكروا عليها الحقيقة هو بيقول هي مش أول مرة إن هما يشتركوا مع الأهلي في تنظيم الدورة دي دي تاني مرة وهم ما كانش عندهم شك إنها هتبقى بروفاشنال بالزبط زي السنة اللي فات هو بيقول غير إن إحنا جيران الأهلي في الزمالك السفارة ونادي الأهلي جيران جنب بعض إلا إن كمان إحنا عندنا زميل في السفارة اللي هو أستاذ هشام مرزوق هو كانت دي فكرته أصلا من السنة اللي فاتت وهو زميل في السفارة وبالتالي لعما لقوا السنة اللي فاتت كان ناجح إلى هذا الحد وبروفاشنال جدا إن هما يشتغلوا مع نادي الأهلي فهم حابوا يكرروا تاني التجربة مرة 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 ما كان بيقول إن المباريات كانت شيقة جدا وكانت في اللعب بتاع اللعيبة كانوا وفاري بروفاشنال هو بيقول كمان إن أهم حاجة إن مش اللعب بس كان كويس والتنزيم كان كويس كان فيه هما كانوا بيلعبوا فار جدا وده أهم حاجة في الموضوع إن اللعب كان فاري بشيقة واناو ده أهم غابوا فاري بشيقة جدا واناو ده أهم حاجة إن المباريات كانت في خلال اللعب بطولة كلها كانت فار وكويسة وشيقة يتمنى إن الفاينل يبقى برضو بنفس التشويق ويبقى فار وبيقول إن كله كان كويس من البداية ويتمنى النهاية تبقى بنفس الفاينس واناو ده أهم حاجة إن عدد السفرات زاد كمان عن السنة اللي فاتت وان شاء الله جاء اليوم جميل ونشوف مبارانة هاية أعتقد ما بين ماليزيا هتلعب مصر وماليزيا أعتقد إن شاء الله نشوف مباراة جيدة ويبقى مصر بقى فوز وناخد كاسر السفرات يعني كنا أنا ولاد النادي الأهلي أي يعني إحنا دايماً بيشرف نكون دايماً متواجدين في النادي الأهلي بطولة زايدية فيها سفرات كتير جداً مثلاً من خلية لقاء مع السفرين الألماني أنا وياسر وردوان ومحمد أمارة يعني بنتكلم طبعاً عن فترتنا لقد نوع في ألمانيا وزي ما بقولك دايماً متشرفين النادي الأهلي بيعمل حاجة جديدة حاجة مميزة وإن شاء الله بالتوفيق دايماً للمنظم البطولة سعيد جداً جداً يعني وأخويا المهندس خالي بنتاج من نصك العام بطولة حاجة ممتازة جداً جداً 24 هيئة دبلوماسية النهاردة مكان اختيار رائع للفرع الجديد لشير زاد رسالة جميلة جداً بشكر طبعاً السافية واصل رشام واصل عالدعوة نادي الأهلي عالدعوة وإحنا كربطة الحقيقة من دون المشاريع اللي احنا بنتطلقها تفاعل مع منظم البطولة مش بس مع البعثات الدمونيوسية والبعثات الجاليات والنبعاثين احنا عمل إن شاء الله شغل مهم جداً بالتنسيق مع تعالى كل مرحلة جاءت شفوها إن شاء الله من خلال ربطة بإذن الله قدمنا لمهندس خالد الرئيس المنصك العام للبطولة وقدمنا لس كمان كالستقرير الألماني داري عن ربطة أول درعين يتقدموا ربطة ربطة بقى لشهرين يعني أقل من شهرين من 12-13 حتى شهر ونص فمنحاول إن احنا نتواجد في كافة الإفنتات اللي موجودة لأن كورتر قدم الحقيقة وصلنا لكاس العالم فرصة ذهبية اللي حصل في كاس العالم اللي حصل في تعلق الغير مسبوء للأسطورة كامت محمد صراحب ما يحفظه ويحميه لازم يكون على أهال هذا الحدث ونستغل السنة الأمسل سواء في السياحة الرياضية سواء في تطوير المنظومة الرياضية أو في تطوير التفاعل مع كل الأحداث الرياضية خدمة بلدنا وتطوير الرياضة ونصدها أصبح أمن مطلب مهم جدا ومؤثر في الفترة جيدة إن شاء الله هذه الفرصة لأن منتخب ماليزيا هذه هي أول مرة نحن دخلنا في المباراة الدبلوماسية فنحن نشكر ونحن نشعر بالفرحان نشعر بالسعادة فنحن نعرف كثير طبعا من دول آخر من برازيل من مصر ومن أرجنتين وحتى الآن نحن نشكر على هذه اللقاءة أعني بقول الحمد لله هذه المباراة هي فرصة لنحن نتعرف مع بعض نشكر على هذه اللقاءة أتماعني بقول هذه هي فرصة كبيرة وأول مرة بألعب مع المباراة مع كل جنسي ستمة التي تطويرها تطويرها في الفريق موجود diplomasين ومن طلال بيانه ثلاثة يخص من ثلاثة طلاب يعني ممكن من خورج ليس من دبلوماتين ولكن نحن خسيرنا من فريق مالايزيا يعني خسيرنا من 6-0 ولكن يلعب ألن يعني فريقنا جيد مع فريق روسيا وأتكلم أنا أول مرة أتي اليوم يعني كان أمس وكل أسبوع يعني يوم السابت والجمعة يكون الملعب يلعب الناس هنا تنظيم جيد والملاعب والمعلق عربي برضو كويز والهواء اليوم برضو الجميع حلوة هذا يعمل هذا البطولات السفارة الجرمانية جرمانية السفارة جرمانية يعمل هذا والكل فريق 24 فريق من كل دول يأخذ من كل دول 24 فريق هذا عشان كل دول يعرف بعضهم بعضا يعني هذا عارف مثلا أنا لا كنتش عارف قبل هذا دول وأكلم بعض هذا لا أعرف يعني كان يتحمل مشاكل كثير كان نحن لعبنا أمس بس كان فريق ثاني هم يعني أضافة أربعة من خارج لابد كان سلاسة بس هم خسروا في ذلك ونحن خرجنا إلى سمي فنال هذا وبسبب نلعب الآن وإلى متابعة أخبار المنتخب واتحاد الكرة حيث تلقى اتحاد الكرة اختارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم بالزي الذي سيرتديه المنتخب خلال مبارياته في الدور الأول لنهايات كأس العالم حيث تحدد له في المباراة الأولى أمام أربوي يوم الخمس عشر من يونيو المقبل ارتداء قميص أحمر وشرط أسود وشراب أسود فيما يرتدي حارس المرمى طاقما أزرق وفي المباراة الثانية أمام روسيا يوم تسع عشر من يونيو المقبل سيرتدي المنتخب الوطني قميص أبيض وشرط أسود وشراب أبيض ويرتدي حارس المرمى طاقما أزرق وفي المباراة الثالثة أمام السعودية يوم الخمس والعشرين من يونيو المقبل تقرر أن يرتدي المنتخب الوطني قميصا أبيض وشرط أسود وشراب أبيض ويرتدي حارس المرمى طاقما أزرق حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم المصري برئاسة عامر حسين اليوم الأحد موعدا مبدئيا لنهاء كأس مصر وتقرر مبدئيا إقامة نهاء الكأس يوم الرابع عشر من مايو المقبل كما حددت اللجنة موعدا آخر يوم التسع عشر من نفس الشهر على أن يتحدد الميعاد بشكل نهائي وفقا لطرفي المواجهة ويلتقي الأهل مع الصوت غدا الاثنين ضمن منافسات دور الثمانية لكأس مصر بينما يواجه الزمالك لإنتاج الحربي في نفس الدور انا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص الأمدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكرة بطير بحلم وعن ذائف انا انتهى اعظم ماني في الكون الأهل فوق الجميع وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى فاز الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهل على سموحة 32-22 في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم في الدورة المجمعة نهائية لبطولة الدوري وأقيمت المباراة لصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وأقدم خلالها الأهل عرضا قويا تحت قيادة عاصم حماد ونجح في انهاء المباراة لصالحه بنتيجة 32-22 ويلتق الفريق غدا الاثنين مع نظيره فريق اليابلس في الجولة الثالثة في ظل سعي الأهل إلى استمرار تقديم العروض القوية والمنافسة على لقب البطولة أكد إيهاب الألف المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي صعوبة مواجهة سبورتينج المرتقبة اليوم في التتم الدورة المجمعة الأولى بدور السوفر التي تقام منافستها بالإسكندرية وأضاف الألف حققنا أربع انتصارات مهمة في الدورة المجمعة على حساب سموحة والصيد والشمس والجزيرة ونسعى بالتأكيد لانهاء الدورة المجمعة الأولى بانتصار مهم اليوم على حساب سبورتينج وأوضح الألف أن سبورتينج فريق جيد ومنافس قوي ولكن سيدات السلة لديهن طموحا كبيرة لمواصلة الانتصارات اليوم وتحقيق الفوز وحسن الأمر في الدورة المجمعة الأولى يستعد فريق 16 سنة لقرة السلة بالنازل أهلي لمواجهة نظيره فريق سبورتينج المقرر لها غدا الاثنين في نهايات بطولة الجمهورية وحصل الفريق على راحة اليوم الأحد بعد أن نجح في تحقيق الفوز على الزمالك واسموحة والاتحاد السكندري خلال الجولات الماضية من البطولة ويسعى أحمد الجرحي مدرب الفريق إلى تجهيز اللاعبين لتحقيق الفوز في المباريات القادمة من أجل الفوز باللقب بعد تتويج الفريق ببطولة دور المرتبط للمحترفين مع الفريق الأول وبطولة منطقة القاهرة توجد فريق غطس الأهلي ببطولة كأس مصر التي أقيمت في الفرات من السادس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من إبريل الجاري بنادي نيوبيزا محققا سبع عشرة ميدالية متنوعة منها تسع ميداليات ذهبية واثنين فضية وستة بطنزية وشارك الأهلي في البطولة بسبع لعبين ولاعباتهم مهى عبد السلام وبلال السيد وزياد يسري وشهد أيمن وهنا هاني ومايا عبد الحميد وملك حازم وحصلت مهى عبد السلام لعبة الأهلي على كأس أحسن لعبة في البطولة ويضم الجهاز الفني لغطس الأهلي كل من طارق نبيل مديرا فنيا وأسامة كساب مستشارا فنيا وأسامة خلف مدربا عاما ومحمود الحسي وأحمد هنيزي ومحمود الكاشف مدربين يشارك أبناء الأهلي من ذوي الاحتياجات الخاصة في النسخة الثانية من الملتقى الدولي الذي ينظمه الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمال حمدي ويشارك في الملتقى واحد وثلاثين دولة عربية وأجنبية ويمثل الأهلي في الملتقى عبد الرحمن سميع وأهانيا ياسر وإنس مصطفى ودعاء أشرف ومحمد حازم وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع والبداية مع الأهرام تغييرات في تشكيل الأهلي أمام الأسيوتي الوفد الأهلي يحصم موقف سعد سمير من المشاركة في التدريبات الشروق زيزوا عن رحيل حسام البدري بعد خسارة القمة الأهلي لا يحسب المدربين بالقطعة اليوم السابع الأهلي يعسكر اليوم لمباراة الأسيوتي في الكاس فيتو ربيع يعود إلى ألمانيا خلال أسبوعين لاستكمال علاجه الميدان الأهلي يعسكر في برج العرب 72 ساعة استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في الجول الأهلي معلول يغيب أمام الأسيوتي وجاهز للترجي الأهلي دوت كوم الأهلي يعلن غياب وليد أزارو عن مباراة الأسيوتي وموقفه من الترجي لم يتحدد يورو سبورت عربية الطبيب الألماني يؤخر عودة مدفع الأهلي للملاعب إلى هنا تنتهي النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي قدمتها لكم آية لطفي دمتم في أمان الله